النهاردة الموضوع التاني اللي عند النهاردة هو وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واثنين من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة هو وزير المالية مقرر المجموعة الاقتصادية احمد كاجوك ووزير الاستثمار المهندس حسن خطيب هما الاثنين بصحبة رئيس الوزراء اللي وصل النهاردة الى الرياض واستقبلوا المسؤولين السعوديين نائب امير الرياض والسفير احمد فاروق سفير مصر في الرياض طيب اول لقاء في بداية جولته وزيارته المملكة العربية السعودية التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح المهندس خالد الفالح وزير استثمار احد هؤلاء الشخصيات الفاعلة في مجل استثمار ووزار مصر اكتر من مرة ويجلس مع رئيس الوزراء ومع المستثمرين النهاردة اهو زي ما انتم شايفين في بداية هذا اللقاء المهندس خالد الفالح وزير استثمار السعودي بيقول انه تفاهمات واسعة بين الفرق الفنية والتنفيذية المعنية بمنقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة العربية السعودية ده الموضوع الاساسي يعني خليني بس عشان منتوش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي الى المملكة العربية السعودية عشان حاجته عشان نصل الى شكل نهائي وتوقيع الاتفاقية الخاصة بحماية الاستثمار وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية ده موضوع فني قانوني مرتبط بمناقشات بين الجانبين الجانب المصري والجانب السعودي بيقول خالد الفالح الحقيقة نقطة مومة بقولك نحن كوزارة الاستثمار الجانب السعودي قمنا بحصر استثمارات المستثمرين السعوديين في الخارج رجعوا وشافوا عدد وحجم الاستثمارات السعودية في خارج السعودية بقولوا وجدنا ان مصر من ضمن اكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها وبالتالي احد مهامي كوزير الاستثمار هو دعم المستثمر السعودي وتوفير الحماية له خاصة في الدول الشقيقة زي مصر بيقول كمان انه بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة نأمل ان تكون الاتفاقية بمثابة اداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين اللي جاز برؤوس اموال لحزمة من المشروعات قال كمان المهندس خالد الفالح موجان حديث ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سمعته من المستثمرين ورأيته بعين اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر واعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من اجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين مع معاونيك ومنهم المهندسة رندل منشاوي التي تتابع حل هذه المشكلات بصورة واسعة طبعا وزير السمار السعودي اشار الى انه يوجد دي نقطة تاني نقطة مهمة يبقى اول نقطة مهمة النهاردة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين السعودية وبين مصر ده رقم واحد رقم اتنين بيقول وزير السمار السعودي انه يوجد توجه لدى الجانب السعودي يوجد توجه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع الودائع السعودي اللي عندنا الى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خاصة ان تجربة الصندوق الاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات يبقى عندي حكتين الدكتور مصطفى مدبولي والوزيرين اللي معاه المالية والاستثمار رايحين يعملوا حكتين اولا هيعودوا مع الجانب السعودي يشوفوا مشاكل المستثمرين هم معارفينها وحل المشاكل والتعاون وزير السمارات واحنا رقم خمسة في حصيلة الاسمارات السعودية في الخارج هنعمل حكتين اتفاقية تسهيل وحماية الاسمارات السعودية في مصر لازم معزينه القواء اتنين اعتقد بعد توقيع الاتفاقية هيتم تحويل الاتفاق ده بقول توجه تحويل الودائع السعودية الى السمارات في ودائع للسعودية في البنك المركزي خالد الفالح وزير السمار بيقول ان احنا فيه توجه من السعودية لتحويل هذه الودائع للسمارات مش انا بنقول جذب السمارات اجنبية عايزين السمارات خالجية عايزين السمارات سعودية يجو استثمره طيب هو عنده فلوس عندي ودائع في البنك المركزي احول هذه الودائع الى السمارات في خلال من خلال اتفاقات معينة من خلال تسويت اي خلاف اعتقد المبلغ الودائع يعني قد تصل الى 10 مليار دولار لو احنا قدرنا نحول الى 10 مليار دولار وداع السعودية الى السمارات بالتأكيد كل الاطراف هتبقى مبسوطة وكل الاطراف هتبقى مستفيدة وهنقف موقف رائع جدا زي ما جذبنا السمارات الاماراتية وكويتية وقطرية وعومانية بنجز بالسمارات السعودية خاصة للسعودية ومصر بينهم علاقات قوية وطيدة اخوية راسخة دائمة مستدامة طبعا لا شك في ذلك واحنا كلا الدولتين بتمثل عضد للدولة الاخرى طبعا ده الخبر التاني اللي عنده النهاردة مهم جدا واعتقد بيفتح نوافذ كتيرة للتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة